مرحبا بكم في فيديو جديد لقى الصداعي لاتهذا نتعرف الوحد الصيد للشفر طيارة طيارة بأكملها و بقى يبتز البوليس يعمل عملية الابتزاز مع البوليس يبقى يبتزهم لكي يطلب ذلك و بقى يساعبهم و يطلبوا ذلك لكي يطلبوا ذلك و لكن في التاريح شهرهم قولوا بهم و ادتك شيء اللي بغي و شاهربوا اختفى للأبد لا يمكنهم ذلك يبقى الإختفاء لغز إلى يومنا هذا حتى أنهم مصلوا بهم الحال أنهم يقولوا بأن تسيد ماشي من الإنس بأن تسيد ماشي إنسان مو حال مستحيل هذا تسيد هذا يكون إنسان إذا كنا شيء حاجة أخرى مو رعد شيء فإذا كنت تعرف هذه القصة هذه هي وقعة خارج المغرب تباديما كنت تطلبوني تقولوني خرش شوية على المغرب يعرفنا على منا و منا اليوم القصة بعيدة على المغرب الأمريكان فأعطيونا جيم و دعونا نبدأ في هذه القصة الممتعة أول حاجة سوف نبدأ بها هي كما أعطيونا جيم وهذه العيبة التي تجدوها بالزرق حدث سويفي و المتابعة و نبدأ هذه القصة وقعت في 1971 في الولايات المتحدة لكي لا تقوموا نتاقدونا لكي لا تقوموا نتاقدوه في 1971 و حاجة الطيارة عادة بحرار الركاب يقدموا الجواز لكي يخرج من مدينة الولايات المتحدة كانت 48 ولائة 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 لكي يخرج من و بحرار كما نقولون من وليات فيرجينيا و الولايات مكسيكو أو فرانسيكو مهم و فتقموا في الطيارة و ستقموا 10 كم و 20 كم و أعيد المضيفة للطيارة الذي أخذها من الطيارة و ستقموا في الطيارة قلت أخبرها و قمت بإذنه يقدم و قريبها لا يوجد حركة التليفون ثابت و كان منظمة الدولية و كان لدي الحكومات و الشركات و كان لدي الأفراد لأن التليفون كان من قارض و كان قليل التليفون أعطيها هذه الورقة و لم أقرأتها و قال لها قرأت هذه الورقة اسمها فيها و قرأت هذه الورقة و مكتوبة فيها و رأى عندي قنبولة هنا في الطيارة و عندما أردت إلى حداية و قلت لن تردقها و قال له أنها تتبع سعيد و لم تتنيه و لأنها ترتقي القنبولة يوجد فيها فقرأت هذه الورقة و و خلعت تأونا أنت و لم تتعرض لها حالة السابقة و فقرأت هذه الأفراد و من خلالها من الخبرها و قال له ماذا عندي قنبولة هنا و رأى قنبولة هنا و ماذا تفتح له و أرى قنبولة حقيقة و لكن في المنتظم يما يعتقدون أنها حقيقة و مزيفة لأنها قنبولة بصحت و فقرأت لأنها اتركت الشخص لأنني إذا أعطيتني واحدة صورة، أريد المعارسة لكي ترطيقهم ولكن لا تفعلوا معي نحن تلعبوا معي القوى يا ابو الله أنا فائق عليكم أن تلعبوا معي شيء قوي أبسط 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 يجب أن تشغل المغارسة قليلاً أبسط يجب أن تشغل المغارسة قليلاً لا تشغل المغارسة قليلاً سوف يصلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أطلبهم ما تريد ذلك قال لي أنتم يحبين ١٠٠ ألف دولار مئتين ألف دولار ونحن لا يوجد لهم مئتين ألف دولار الان أن أرغبتكم لو تهودوا في أقرب مطار وnadرت cogطف في الاتفاق الذي يأتي الطيار الذي كل ينهاب أحد ذات الطائرة لكي تتواصل مع الضبع ليستواصل مع برج المراقبة لذلك الدولار هذا الحدث ساحل مع برج المراقبة ولن ينظر مع البوليس ويوجدون مئتين ألف دولار في المطار ويوجدون غامل كما تتتثير من الأساسية الذي يحذر في الطيارة المزوط و المئةين ألف دولار و أربعة البراشيدات قالوا و شوفي نوصيك هل تبقى أن تجيبوا المزوط و لا تكببوه أو تبقى أن تجيبوا لديك الميض اللاس مقطعين أو متقوبين أو كده أو تجيبوا لي الفلس مزورة أو تجيبوا هل ناقصة أو كده قالوا أبسط 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 غدار كما من مليحة الغدار بدأ كل شيء يمشى قالوا صافيك ونهاني مشات يجري عن ذلك القبطان قالوا ما الذي كان يجري عنه قالوا هل أنه لا يتقنبوا لها قالوا هل أنه لا يتقنبوا لها عنده فالساكوكتا عيط على برج المراقبة برج المراقبة عيطوا على البوليس على ال FBI جمع البوليس الأمريكان أسيدي أسسنو سننسلوا معه الطريق السهل و أننا نحققوا له هذا الشيء الذي رباه و لكننا نمشى معه القوارب و نشده و نشده و لكن نعطيه لهم الفلوس حقيقية و نعطيه لهم ميدليات ربعة مريغلين غير موتوئي أو كل شيء نقبل المزوط في الطيارة ولكن ربطوا وهموا قالوا أنه إنهم رغلوا أتذكرون الطيارة ودعوا نحوهم إلى المطار ونزلوا كل الركب قالوا أربعة كبير المطار ونزلوا إلى أقرب المطار ونزلوا الركب يعني ودعوا سبعات من الناس وهو الثامن كذلك وضعوا المطار تحضروا تسيكان أياها ستجل الوصول على كل دولارات و ستجد الأمام و ألا تسجل الوصول على الطائرة حتى أرلها والتلعي باب قالها' أبسط مغتصاً من هذه الحالة أو يقربوا الوصول إلى الطائرة أعد ذلك ستجد كيسه من قيسك و الطائرة قالوا أنه سن نذهب في ميكسك كما لا تزجل الوصول على المريض لتأتي المنطقة الموصلة إلى مكسيكلة ويوصل للمطار أخرى ونعملها ونعمل إلى مكسيكلة ونسألون مجددا ونحن البوليس تجد الفيديو ونسألون تيارة حربية أو الفيديو في مجموعة مكسيكلة في أسمه يتبعونها بجبام لماذا ترمض باربعات الارتاج يخبرون المرحلة أو فقد لماذا ترمض باربعات الارتاج لأنهم تتعليم الطيارة قدرونه بالطيارة حربية فاذا أضعه على طيارة حربية فوق الطيارة الأصلية وطيارة حربية عودة تحت اخباد طيارة في الوسط قالوا عن طريق مكسيك وقالوا سير بأقل سرعة طيارة تستطيع عارفة طيارة أكثر فضلوص حوالة 1.100 كمẳ per hour وقالوا يسير بأقل سرعة يأكد 300 كم أي أقل سرعة تستطيع عارفة طيارة 3.000 متر لا تذهب للطيارة في السماء تستطيع أن تصل إلى 10 كيلومتر في السماء يعني 10 ألاف متر لا تصل إلى هذا العدد لا تصل إلى 3 كيلومتر في السماء لا تتعلم كثير من 3 كيلومتر و يحدث في الاتجاه الميكسيك قالوا أنه سيكون هناك قالوا أنه سيكون هناك أو أن تنطر لك كل شيء قالوا أنه سيكون هناك لا يمكن أن يهدد فيها مكتب النمشة أو اللور و هذه الموظيفة قاعدة يفوح الكرسيتك ربعات الناس قالوا أنها ستقربهم و يجب أن يظهروا على وضع طيارة يجب أن يغررون عليهم و يزهروا موحبا كان هناك الساكنك بالنسبة لك و قالوا أنه سيكون هناك حتى لك قالوا أنه لم تنطروا و كانت تنطأ وتنطأ وهذا انت تنطأ و كنت تمت و أنت مستثمر trilogy و أنت لا تدخلت إلى القيبطان و لم تكن من أخرج و كانت أمت من ذلك و هل نحن بصورة تنطر لذلك الوزوان هذا الموطر يابره في السماء الذي أنزه في السفار الذي يتخل به المطار DB Cooper ولكن هذا الجوال السفر يتصبح مزور يعني يتصبح مياه مزوره و لم يسمى DB Cooper تخل سيارة الأخرى هو هذا الساكد الذي يتصبح الفلوس وهذا القرنبولة وهذا البراشيدات وهذا يتصبح يجعله و يتحرك و تلاح مع هذا الباب الطيارة حلو و هو الباب خلفي و تلاح معه و تلاح معه و تتحرك و تتحرك الموظيفة الطيارة مرة أخرى تتحرك مع أحد يسمى صغير و تتحرك معها لأنه لم يكن يوجد الكاميرات في الطيارة و تتكلم كما يرام و نرى الكاميرا مراقبة في المقصورة عندما أقوموا لا تريد الصغير صغيرة رأيها و تشوف و لم نرى و كانت تتحرك و زيادة لا تقفل البراب يختلفنا و لنرى الطيارات و تتركها في الطريق كما يرى الطيارات و تناورها و تجعله و تنجعلًا و تتركيط كذلك أحد الطيارة كان لديهم كثيراً من هنا يتحل الباب و ليجبه من نفسه كانوا يتحلوا بأقل سرعة هذا ما كان علموا الطيارات اللي كانوا معهم جوج الحربية قالوا خينا رح نقز هنا و قالوا طيارات قلبوا متمع لأنهم لم يرون من يرونه و أحده كانت بعيدة على أحده و لم يرونه لا أعلم قالوا خينا رح نقز رحى هرب و قالوا سافعوا يضعوا مطار و قلبوا الفبيعي يأخذوا الكلاب يأخذوا البوليز يأخذوا الجندر من الوليدة المتحدة يجب ان يقصدوه قلبوا اليوم والنهار الجاء اتلت الرابع يجب ان يرى البصانات وربما لديه هوية الحقيقية يجدوه 8 القوار 8 القرويات الليكمة يجدوه لا يحتم الجوج برشيدة ولكن يجدوه لا يحتم أخرى مهمة 3 وجوجات يجدوه لا يحتم في الطيارة وقع عليه البحث يضور ويرفات عليها سيمانة 10 يال في 15 شهر ويرفاته نفاتة لغابة هذه لأنه حدوا البلسة بالضبط هناك طيارات، هناك تحلبات، هناك موظيفات، هناك نقطة ستتقلب صافي من اللي لم يتوقف، فقالوا أن أريد أن نستطيع أن نستطيع خطة أخرى كانوا شادين الأرقام من الترتيب، من الدولارات يعني أي ورقة من الترتيب ستكون هناك ترتيب ها 3، 4، 7، 8، 9، 5 جوج هذا الترتيب، كانوا شادين لديهم أعداد تسلسلية ونشرهم في الجرائد، ليس جرائد فيسبوك أو الأخر فخارقة، فقد أداتًا، وهذا يمكن أن تدخل هذه التجارة ونشرهم في الجرائد، وقالوا الناس وعندما لم يرسوا ولانا لديها مكافأة، لأنه لا يأتي المساعدة والذي لم يكن لديهم فلوس عام 100 دولار، هذه المساعدة أكبر عملي هي 20 دولار، في 20 فرنط، حين يلقى 100 فرنط وقالوا لديهم لديهم مكافأة وعشرين دولار في هذه الترتيب السلسلي لديهم مكافأة، لكي يساعدنا في البحث، اصدقوا منذ فهو عشر سنين وهو هذا التصور الذي تشاهده رمشي تصوره وإنما غير الناس وصفوه ربعات الناس وموظيفة الطائران وقبطان الطائرة يصفوه الرصام يصبح الرصام مختص وعينه كوحل شوية لديه شعر خفيف لديه الدخل هنا يصبح الرصام هذا التصور الذي تشاهده رمشي تصوره حقيقة فهو عشر سنين من الأخرى يجبه للعب يجبه في الأربية لأن كل هذه الم��قة التي تحسبها نوعها وعينما يجبه في ساحاتي كان هنا صعب ساعب فيها وعينه فضلكjo مالذي ولد يقول له جريد أن يريد الفلس تم ترسلوا فعله فهل يترسلوا من الرأس ولد منتجروا كيف حiday ؟؟؟؟؟ المشروفات الداخلية البورجية يتشفى قلبيت لم يتم 5.000 دولار تقريبا 5 مليون هنا كاننا من خين كانت 100 مليون هنا أن يعني أرى 5.000 دولار أن يقرأ أرقام تلسلية لها وما أرى مثل ان يجب أرقام تلسلية هو يعني الأرقام تلسلية هي الى 5.000 دولار فلا أنه يتحط لك خينة أمم أنه يتم ببعضة من الطيارة من الجهدة في الصاكرا ممتاز عن مهمة هذا الشيء ؟ وًا يوجدها إلى الصفر فتشتها عام ٢٠١١ يعني من ١٧١٠٠١ يعني تقريبا ٤٠ عام ٤٠ عام عدت غلقت القاضية في مرة يعني مما قلتها حاجة ما قلتها دليل ما شدوهم عمرهم ما شدوهم ما قلتها دليل ما عرفوا ما كونهو فالقاضية غلقتها رسمياً في ٢١١١ ولكن في ١٩٩١٢ وقعت واحد للصارقة مشابهة بحالة واحد خين عود خطف طيارة بحالها وطلب لهم ٥٠٠٠٠٠٠ دولار ولكن يجبون الشبه مختلف من شدوه وكذا من شدوه بحالة دي بي كوبر هذا نفس الخوطة جاب قنبولة وطلبها وكذا جابوه ٥٠٠٠٠٠ دولار ولكن يجبون ان شدوه وشدوه حكموا عليه ٤٥ عام ٤٥ عام ٢٠٠ عام وعياه فيه باشي اعتراف بزرع ما يقولون من اللي خطفت طيارة في ٢١١١ وكذا لكن يستقرى صخاوي ون يجبون الشبه لك من نجاب الموظف هذا الطيارة وكذا هو الذي شفر الطيارة في ٦١١ قتلهم ٢٠٠ لا يجبون الشبه لهذا هذا 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 القضية تلغز إلى يومنا هذا وهذه القضية تغلقت في ٢١١١ ويمكنكم مدابعة تدخلوا واتقلبوا عليها في يوتيوب أو في جوجل كتبوا ٢٠٠٠ الصرقة الغامضة فإلى هنا انتهت القصة دينا وكنتمنى أن تكون جديدتكم ونشوفكم في فيديو جديد تحياتي لكم